انت فريق الشباب مين النجوم انت طلعت له لأ طلعت بقى نجوم كتير قولينا بقى منه يعني بص طبعا احترامي الجميع النجوم كانت شير في اكرام اماد متعب دول جيل كان جيل لوحدهم دول طلوا معايا وكان وفرت الشباب بعد كده بعد كده يمكن رمضان صبح التريزي جيه الولد كريم بامبو كان كل الاجيال دي الحمد لله طلت معايا الحمد لله طيب ازاي كانت انفتحي ما سيبقى عندك النجوم زي ديت ويجي مدربين يقولك لا ده ما ينفعنش يدام هل مدرب المصري بيحب ويكره ولا عينه بتختلف عن اي هنا بقى يختلف كل مدرب عن التاني بالصلاحيات بقى او بالخبرة بتاعته لا بص يا كابتن انا ما يعني ما حبش مقولة المدير الفني المصري بيحب ويكره اه انت مصلحتك ايه كمدير شانت انك عاوز لعيبة كويسة عايز لعيبة كويسة مصلحتك ايه كمان تكسب تكسب مصلحتك بطولة اه طبعا مصلحتك فريتك تبقى كويسة مم الحب والقرهية في كرة القدم خارج خارج عن شخصية فاتحنور الا ايزا اه واحد خارج عن السلوك العام ده اللي فعلا يبقى ما ابلش انا كده طيب انت بعد ما اشتغلت مع الفريق الاول وكسبتي كاس مصر وفي نفس الوقت انزلت تاني للشباب للشباب انت من نفسك كده ما زعلتش ازاي بامسك الفريق الاول وانزل بعد كده للشباب هي بتديك فرصة تزعل شوي طب ما تم واستمر يعني ازعلت ما استمر بس اذا ملتلك النهاردة باحترم النهاردة الناس ما بتيجي تحترمك بتقولك ان انت هتشتال فترة دي عشان فيك شايفين فيك كذا فترة فترة موققة فهي احترام لمجلس ادارة طبعا لازم يعني ولكن بتبقى في نفس الوقت طب ما كمل انا ايه المشكلة طب ما انا خدت بطولة وطلعت لعيبة طب ما كمل انا بعد ما رجعت الفريق الشباب استمرت قدي ايه مع فريق الشباب وطلعت تاني ما تلاش الدرجة الاولى تاني لا استمرت مع فريق الشباب و2013 بقى تلاتي بعد الدرجة الاولى بعدي مدرب مين اللي كان ماسك ولا مسكت مع مين لا كان فيه الله ما سأل انا بي كان فيه مدرب برضو يعني كانت الامور بالنسباله صعبة جدا في النادي الائلي وتوليت المسئولية في 2013 وكانت الدور العامة جمعتين لو تفتكر ايوة كان الدور العام مجموعتين وقدرت اوصل للناق وخدت بطولة الدور العام الحمد لله بعد بطولة الدور العام برضو ما كملتش رجعت تاني الناشئين رجعت الشباب وبعد كده بقى تولت يمكن برضو الناس كلمتني من بره على حسن نروح اتحاد الشرطة دربت كم نادي في مصر دربت جمهوريت شيفين زمان اتحاد الشرطة ده منهور دول دربتهم يعني يعني دخلت في الدعك اجامد جدا مع الفرق دي اه طبعا طبعا طيب انت شاف المدير الفني للنادي الاهلي يا كابتن فتح ايه موصفات المدير الفني للنادي الاهلي هو بص بص حاجة يا كابتن مصطفى في حاجة مهمة جدا ان هو يبقى عارف جاي عارف ايه النادي الاهلي قيمة النادي الاهلي قيمة النادي الاهلي قيمة بطولة قيمة النادي الاهلي قيمة الجماهيره الجماهير الاعلام الاعضاء الاعضاء نفسها قيمة النادي الاهلي في حاجات كتير قوي لازم يحطها من هارده أي مدير فني جاي النادي الأهلي يبحثت هذه القيمة وهذه المبادئ داخل داخل النهاردة وداخل النادي الأهلي لازم أعرف كل الكلام ده كله ده مشوارك مع النادي الأهلي بالنسبة للتدريبات سواء في الشباب أو الناشئين أو الفريق أول أو الفريق الأول تحققته بطولتين دوري وكاس دوري وكاس 2003 و2013 2013 أنت فيه من التدريب دلوقتي يا كبتون فتح والله يا كبتون سوا أنا زعلان يعني أنا زعلان من إيه؟ هقول لك ليه تكلمي بص طلع لجوه طلع لجوه الناس النهاردة بتعترفه يقول لك السن لا أنا ببعترفش في السن مهنا شبين مدربين من في الصور العالم أنا النهاردة عندي مواصفات مدرب المدرب النهاردة أو الم دير الفني أنت السمة اللي عندك أو شخصيته إيه؟ شخصية قوية النهاردة بينزي الملعب النهاردة بيتحرك في الملعب النهاردة يقدر يخنع وهو المدير الفني ديها واحدة وملدير الفني ه gustado كل حاجة في الملعب ده بقى أجهزة معها ما أنا قصدي النهاردة فكرك كوتشنج النهاردة عندك زي ما قلت لك النهاردة المدير الفني مطالب النهاردة يتحرك داخل الملعب داخل الملعب الحمد لله النهاردة كل هذه الأمور مش شرط من السن لا أنت عندك فبرتك عندك كوتشنج عندك شخصيتك عندك قناعة اللعيب بمين اللي بيشتغل معها طيب أنت شايف من خلال على الساحة التدريبية اللي موجودة في مصر مين اللي بيتحكم فيها كابتن فتح لا دول وكلاء المدربية وكلاء المدربية هتقل الكلام ده قبل كده لا لا بكلاء المدربية بنسبة كبيرة يعني لازم يكون ماضي مع وكيل لازم أنا عيبي إن أنا ماضيتش أنا عيبي إن ماضيتش طب ليه؟ أنا عيبي كده أنا كنت واخد إن فتح مبروك هيشتغل في أي حتة فتح مبروك ليه تاريخ كويس فتح مبروكه عنده النهاردة خبرات كويسة ولكن وكلاء المدربين يا كابتن هم اللي بيحركوا الدنيا هم اللي بيحركوا الدنيا دلوقت